السلام عليكم وشيونكم ان شاء الله بخير طبعا ان شاء الله احنا بدي نشرح محاضرة البروتين بايندين الارتباط بالبروتينات لمادة البايو في فارماسيتيكس زين بنبلش بها اول شيء هنا بنسمها بروتين بايندين يعني اكو اشياء ترتبط بالبروتينات هالاشياء اللي ترتبط بالبروتينات قد تكون كيميكالز مواد موجودة بالجسم مثلا قد تكون زينو بايوتيك مواد غريبة يعني مثل ادوية على سبيل المثال او اشياء من البيئة مالتنا الى اخرى فاذا البروتين الى قابلية ان يرتبط بالمواد هذا الارتباط يتم عن طريق اواصر كيميائية قد تكون ضعيفة فيصر نوع الارتباط ريفيرزبل زين قد تكون هذه الروابط قوية مثل الكوويلنت بايندينج زين هذا راح يكون عندنا الاريفيرزبل بايندينج زين فهكا فكرة عامة على البروتين بايندينج زين الدراق يقدر يرتبط مثل ما قلنا بالبروتينات هاي البروتينات سواء كانت موجودة بالبلازمة او موجودة بالانسجة فهو يقدر يرتبط بيهم ايضا يقدر يرتبط مو بس بالبروتينات حتى الماكرو موليكول الثانية زين مثل الميلانين والدي ان اي زين فهذا الشيء راح يتكون عندنا نسميه بالدرق ماكرو موليكول كومبلكس يتكون من الدرق والجزئة الشبيرة اللي ارتبط بيها زين مثل ما قلنا هاي الارتباط قد يكون irreversible قد يكون irreversible irreversible زين بسبب strongly binding مثل قلنا equivalent binding زين اوكي طبعا هذا irreversible binding ممكن يسوي عنده toxicity side effect زين وقد تحدث هذا toxicity بعد فترة طويلة من هذا irreversible binding مثل حالات carcinogenesis carcinogenesis هي المواد المسرطنة chemical carcinogenesis زين وقبواد لا يسوي toxicity بسرعة من هذا irreversible binding زين الممثلا الاسيتو منوفين او البرستو المنطيب جراع عالية راح يسوي عندنا هباتو toxicity زين Most drugs bind or complex with protein by a reversible process زيان فاغلب الادوة دي يقولك ترتبط بالبروتينات بشكل reversible يعني انعكاسي مثل ما قدرت ترتبط بالبروتين تقدر تفك ارتباطها بهذا البروتين زيان Reversible drug protein binding ترطبط بالادوية مثل ما قلنا الـreversible شنه يكون طبعا يكون نوع ال اواصر اللي بي ضعيفة مثل عدنا الهايدروجين الهايدروجينية الـ van der vaul طبعا شنهاي الجزيئات اللي موجودة بالبروتين وترتبط بالادوية تمام؟ عندنا مثلا مجموعة الهايدروكسيل، مجموعة الكاربوكسيل، زيان، هاي المجامع هي اللي ترتبط طبعا بالأدوية، وهاي وين موجودة؟ هاي موجودة على سطح البروتين، زيان. مجموعة الكاربوكسيل، زيان، هاذا المعقد اللي تكون من الدواء والبروتين فهو كبير، مايقدار يخترق الخلايا بسهولة، فالانتشار بالتح هيكون محدود، زيان، لمايقدار هو يخترق أماكن ثاني، يبقى بس بالأماكن اللي تواجد بها هذا البروتين، فإذا ارتبط مثلا عندنا دواء ببلازما بروتين، راح يبقى هذا الدواء موجود بالبلازم، مايقدار ينتشر الباقي الأنسجل، فإذاً يصير عندنا نوع من الريستركشن أو القيود على الدواء، مايقدار ياخذ راحت الدواء، يبقى محشور، زيان. الشيء الأخرى بما أنه هذا الدواء مماخذ راحته، فهو مو بس مايقدار ينتشر الأنسجل، لا، هو حتى مايقدار يسوي activity، مايقدار يسوي الفعالية مالتا، زيان. يعني هو inactive pharmacologically inactive، لكن هذا الكلام لا يطبق بالنسبة للfree drug أو الimbound، الدراج اللي ما مرتبط بالبروتين أو الموجود بشكل حر بالبلازما، فرح نطبق عليه عكس الكلام هذا، زيان. عكس الكلام هذا، راح يتم تطبيقه على الدواء اللي تواجد بشكل free أو inbound، زيان. طبعاً، إحنا حتى ندرس ارتباط الأدوية بالبروتين، فشون ندرسها؟ هل ندرسها داخل الجسم؟ صعب هشي، صحيح؟ فإحنا شنسوي؟ نسوي دراسات خارج الجسم، نسميها in vitro studying، زيان. هاي الدراسات شون نسويها؟ عن طريق مجموعة من العمليات ذاكرها إلك هنا أنا، زيان. هذا اللي هي equilibrium dialysis ultra filtration إلى آخره من الطرق الثانية، تمام؟ فمن نجي بها العمليات، ايش نحسب؟ نحسب free drug، الدراج المرتبط، الدراج المرتبط بالبروتين، ونحسب أيضاً total proteins بهالعمليات. هذا اللي يوضح لك، يعني، بعض الدراسات على البروتين، فشوف هذا هنا أنا هالخطوط المنفصلة، تمثل semi-permeable membrane، هذا غشاء نصف ناضح، تمام؟ هذا ما الخلية يعني هذا، تقريباً ما تقدر تدخيلها ما الخلية، فهنا عندك بلازمة، وهنا أنا عندك الأنترستيشيام، تمام؟ بلازمة، بلازمة، أنترستيشيام، اوكي؟ فهذا الدوار الصغر هي دوة، والدوار الكبار هي البروتينات، مثل ما تلاحظ، أكو دوار صغر بوحدها موجودة بشكل حر، وأكو دوار تلقاها مرتبطة بالبروتين، ودائماً أكو حالة توازن بين الحالة اللي هنا مات البلازمة، وبين الأنترستيشيام، مثل ما قلنا، إحنا الأدوية ممكن ترتبط به هواي ماكرو موليكول، إحنا ذكرنا الألبومين، ذكرنا أيضاً الـ DNA والميلانين، وأيضاً سنضيف عليهم دولة البروتينات الباقية، اللي هما الألفوان أسد غلاقو بروتين، وعدنا أيضاً الليبو بروتين، وعدنا أيضاً الاميونو غلوبينين، غلوبينينز، زيان، وعدنا أيضاً الـ Erythrocytes، تمام؟ زيان، هس أنا نجي لتكلم واحد واحد والـ Properties مالتا، بالنسبة للألبومين، فديقول لك هو عبارة عن بروتين، والموليكولر ويت مالتا من 65 إلى 69 دي اي، زيان، يتم تصنيعه وين؟ بالكبد، وشو يعتبر a major component of plasma protein، إذا هو جزء أساسي من بروتينات البلازمة، زيان، شنو وظيفته هناك؟ وظيفته الارتباط بالأدوية بشكل reversible، تمام؟ فالألبومين ديقول لك موجود هو بالبلازمة، موجود بالأنترستيشيا، مات السكن، مات المسل، والآن سيجاء الأخرى، زيان، تركيز الألبومين طبعاً ديقول لك تقريباً هو 60% من تركيزه بالبلازمة، The Elimination Hall of Life مات الألبومين من 17 إلى 18 يوم، زيان، التركيزه تقريباً بالتركيز الألبومين، مثل ما تلاحظه هنا، 3.5 إلى 5.5 بالمئة، زيان، الألبومين من وظافة الأخرى هو يسيطر على العمليات الأوزموزية، زيان، وإذا يقلنا يسيطر على ناقل الأدوية، زيان، فكناقل هو يقدر ينقل مو بس الأدوية، حتى كمواة طبيعية يقدر ينقلها بالجسم، مثل الـ free fatty acid، البلاربين، والهرمونات، زيان، وإلى آخرة، الـ weak acid، الأنيونكتراك، ترتبط بالألبومين، يعني الأدوية الحامضية أو الأشياء الحامضية ترتبط بالألبومين، عن طريق electrostatic وhydrophobic bounds، زيان، فبعض الأدوية مثلاً عندك salicylate, phenobytazone, antpenceline، ذول يرتبطون بشكل قوي بالبروتين بالألبومين، زيان، وطبعاً الالتباط بالبروتين بالألبومين من دواء إلى دواء يختلف قوة هذا الارتباط أو البايندين، حسب مواصفات الدواء، زيان، هسا خلصنا حتش على الألبومين، يمكن هو واحد شيء عليه، زيان، هو عقد واحد بهم، والباقين أسهل إن شاء الله، بالنسبة للألفوان أسهل غليكوبروتين، هذا عبارة عن غلوبيلين، موليكيلر ويت مالت 44 الف دي اي، التركيز مالت من صفر بويند أربعة إلى واحد بالمئة، زيان، ويرتبط بالأدوية القاعدية، هناك الألبومين كان يرتبط بالأدوية الحامضية، هناك القاعدية، مثل منه؟ البروبرانولول والمبرامين والليدوكاين، زيان، خلصنا هسا ذاكاً لجعل الليبوبروتين، هاذا شنو الليبوبروتين؟ تيقلك أنه عبارة عن ماكروموليكل، جزيئات شبيرة، زيان، عبارة عن شنو بروتينات ودهن بنفس الوقت، مرتبطة مع بعضها البعض، وكونت عندك هذا الليبوبروتين، زيان، ويتقسمون حسب الدهن ستيمات، الليبوبروتين، تمام؟ فعندنا مثلاً، Very Low Density Lipoprotein، Low Density Lipoprotein، And High Density Lipoprotein، تمام؟ تمام، شين وظيفتهم؟ نقل الدهون إلى الكبد، زيان، وأيضاً هم ممكن يرتبطون ببعض الأدوية، إذا صار saturation بالألبومين، Erythrocytes or red blood cells may bind both endogenous and exogenous compounds، إذن، الخلايا الدم الحمر ديقلك ممكن ترتبط بـ endogenous and exogenous compounds، ممكن ترتبط بمواعد موجودة داخل الجسم، وأشياء تأتي هنا من خارج الجسم، يعني من الأكل مالتنا، من البياء مالتنا، إلى آخره، زيان، الخلايا الدم الحمر طبعاً تمثل تقريباً 45% من حجم الدم، الفينوتوين، البينو، 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 باربيتال، الأموباربيتال، زيان، ديقلك دول عندهم ريشيو من 4 إلى 2، بختصر هال ريشيو معنات أنهما يرتبطون بالخلايا الدم الحمر بشكل جيد، زيان؟ طبعاً هذا الارتباط أو هذا البيانتريشيو للريدي بلاسيل، يعتبد على تركيز الدواء الحر، كلما زاد تركيز الدواء الحر، كلما احتمالاً أنه دول يرتبط هذا بالخلايا الدم الحمر أكثر، الأدوية طبعاً اللي عندها ارتباط عالي بالإرثروسايت، زيان، مهم جداً نحسب الـ HCT اللي هو نسبة خلايا الدم الحمر، لأنه هذا ممكن أكثر شيء أثر على الارتباط بالخلايا الدم، زيان، بالنسبة التأثير للبروتين بايندينج على الـ Volume of Distribution، بشكل عام شبابنا عندنا فتشي اسمه FU، FU هذا شبابنا يسمونه الـ Inbound or Free Fraction، هذا هو الدواء اللي موجود بشكل حر اللي ما برتط ببروتين، تمام؟ زيان، فهنا الـ Volume of Distribution، شنو علاقته بالـ Plasma Protein؟ كل ما أنت عندك الدواء مثل ما قلنا مرتبط بالبروتينات، فحيبقى بها المنطقة الموجود بها البروتين، معناته الدواء كل ما يكون عنده Plasma Protein مثلاً ارتباط عالي، أوكي، فرح ينحصر بهالمنطقة، ما رح يقدر يروح لغير مناطق، فمعناته الـ Volume of Distribution رح يقل كل ما يزداد الـ Protein Binding أو كل ما يقل الـ Free Drug Concentration، تمام؟ هنا مطيك مثلاً فكرة على تأثير هذا الارتباط بالبروتين، فمثلاً عندك هنا ترانسجينيك ماوس، هذا الترانسجينيك ماوس يعني هاي فارة ملعوب بيها، شنو لعبين بيها؟ مغيرين بيها نسبة الألف وان أسد غلايكو بروتين، مخليها تقريباً تسع ضعف طبيعي، زيان، ومطينا M-Primine، فM-Primine يحب هذا البروتين، فبما أنه هذا الفار الترانسجينيك عنده هواية ألفا غلايكو بروتين، فM-Primine رح يرتبط بهذا البروتين، زيان، فشنو معناته؟ المفروض الـ Volume of Distribution مالته يقل، فتلقى وان أكثر شي، تلقى المفروض بالدم أكثر شي، هذا بالنسبة للترانسجينيك، تمام؟ ومثل ما نلاحظ، تركيز الـ M-Primine بالترانسجينيك عالي، ولكن بالنورمال ماوس قليل، ليش؟ لأن هناك تركيز الحور للـ Free Drug أكثر حيكون، فأغلب الدواء رح ينتشر الباقية، إنها الجسم ما رح نلقى بس بالدم، فلهذا يقل تركيزه، ولكن الحالة تنعكس إذا نجي على الـ Brain، الـ Brain لازم بالدواء يروح إليه، زيان إذا هو مرتط بالبروتين، ما رح يقدر نروح للـ Brain، فمثل ما نلاحظ، هنا تركيزه قليل بالنسبة للترانسجينيك ماوس، ولكن النورمال ماوس تركيزه بالـ Brain عالي، فهي علاقة البلازما بروتين بالـ Volume of Distribution، زيان، من رجل، هسا نريد نحسب أمونت، كمية الدواء، ونحن نثبق إن الدواء رح نلقاه موجود بالبلازمة، وموجود بالأنسجة، فكمية الدواء شي ساوي لك؟ ساوي لك كمية بي، الأنسجة زائد كمية بي الدم، أو البلازمة، فصار عندنا هذا القانون مثل ما تلاحظ هنا، VPCP زائدًا VTCT، VP هذا التركيزه بالبلازمة، وهنا عندك تركيزه، يعني Tissue بالنسيج، هذا U لا تنسى، هذا ما نشوف U، يعني Inbound، يعني Free Drug، فهنا تركيزه بالأنسجة، المفروض هو نفسه تركيزه بالبلازمة، تمام؟ فقدر يحوله بهالصيغة، وقدر أيضًا يحوله بهالصيغة، وقدر القانون أيضًا يشتقه ويسوي بهالصيغة، تمام؟ كل هالقوانين هي مشتقه من هذا الأساس الفوق، هالقوانين مهمة، هذا الاشتقاق مهم، يعني هالاشتقاق تحفظه، مثل ما مكتب تحفظه، مهم، لأن أظن نجب الامتحان هذا، زين، هنا أنا، يعني هالتكمل على اشتقاقات، مالت؟ تمام؟ فشمسه هنا شبابنا؟ شفوا القانون الأساسي هذا، فشمسه هو، مقسم على التركيز، تمام؟ مقسم هاي المعادة، هتلاحظون على التركيز، فشراح يصير؟ التركيز هذا راح يروح، وهذا راح يروح، راح يبقى بس هنا أنا، تركيز عندي، مثل ما تلاحظه، راح يصير عدي بهالشكل، اللي واضح هنا أنا، طبعا لو عدي، قلم كان وضح حتى بس ما عندي، تمام؟ بس إن شاء الله، وصفة الفكرة هي رياضيات ما بها شي، فمثل ما نعرف إحنا إذا نقسم الجرعة على التركيز، نحصل حجم، فمثل ما تلاحظه هنا أنا حوله إلى، وصفة الفكرة، الظاهري، تمام؟ هنا أنا إذا كان عدنا طبعا أكثر من نسيج، فشف حط لك هذا السيجما، لأن هنا عدنا أكثر من نسيج، تمام؟ فحط لك علامة السيجما، هاي النقاط يعني شوية مهمة، هنا أنا بحالة الإيكوال إبريام، تمام؟ من يكون النسبة للدرق الموجودة بالبلازمة، نفسها الموجودة بالأنسجة، فهذا، شرا حيصي، هذا حيصي بالواحد، تمام؟ فالقانون راح يتحول لهذا الشكل، لأنه DP على سي بي أو الفوليوم وفا بارينت يستوينا فقط في بي زايدا فيتي، طبعا هذا الاشتقاقات كلها مهمة، كلها مهمة، وشوفوا أنا دزيت لكم مهمات البايو، كان بها أحد الأسئلة هذا الاشتقاق، فتحفظونا موجود بالمهمات، شوفوا المهمات لا تنسوها، ناشريها أيضا بقناة كاتب مهمات البايو، بزيلا، هنان هاي حجينا عليها قبل شوية، علاقة البلازما بروتيين بالدستربيوشن حجينا، بس بالإلمنياشن شنو علاقته؟ إذا دردت شعب مرتبط ببروتينات عالي بشكل عالي، فشنو علاقته شيء بالإلمنياشن، الإلمنياشن بعمليتين، البايو ترانسفورميشن، اللي يصير بالكبد، والأكسريشن اللي يصير بالكيدني، فشنو تأثير البروتين بايندينج على هاي العمليتين؟ فبالنسبة للأكسريشن، إحنا قلنا الدواء ما يقدر يروح للكيدني إذا كان مرتبط ببروتين، فإذا كلما الدواء مرتبط ببروتين، ما يقدر يروح للكيدني، فيقل الأكسريش شمالته، إن شاء الله الثانية، الدواء حتى يصي لبايو ترانسفورميشن، قلنا لازم يكون بشكل حور، خما هو مرتب ببروتين، يسوي هذا الشيء لدواء مثلا مرتبط ببروتين، تمام؟ فأيضا راح يقل بايو ترانسفورميشن، فإذا كلما الدراج مرتبط ببروتين أكثر، كلما الهالف ما لتأكثر، والأكسريشن ما لتأقل، أوكي؟ بس تتنسى إذا كان الدواء يصير إلا اكتف سيكريشن ويا فلتريشن، فإنا ما راح يأثر عندنا البروتين بايندينج، فمثما تلاحظ عندنا هالأدوية تتأثر بالبروتين بايندينج، اللي هما جمعت التترا سايكلين، زيان، بس عندنا البنسلين لا، الهالف لايف ما تقليل، رغم البروتين بايندينج ما لتأعالي، تمام؟ هاي الموعادة طبعا ديا شباب، بتوضح لنا الكليرانس، مثلا تلاحظون كليرانس بسونا كي بي دي، نقدر نحسب أيضاً، التايم هالف لايف من هاي العلاقة، هاي العلاقة مهمة جداً طبعاً بحساب التايم هالف لايف، زيان، ليجي سعى الكاينتك، ما نقرأ كلمة كاينتك يعني، أشياء حركية، يعني هاسه مثلاً، الارتباط الدواب بالبروتين، الدوة ليتمشى ويروح يرتب بالبروتين، بعدين وراء فترة الدوة راح يعوف البروتين، فهي أشياء حركية، تمام؟ أو داينميك، فهذا هو القصد بمصطلح كاينتك، يعني ماضي شو هذا يعني أبسط تفسير إلها ممكن، كاينتك يعني الحركية، تمام؟ زيان، هوا يمكن أن تشوفونا شوية suspicious يعني شوية مثيل الانتباه هذا المصطلح الكاينتك، ممكن يعني مؤين واحد يفتهمه بسهولة، بس وهذا معناته الحركية، زيان، فهسا، ها لدينا هذا القانون، شو تيقول لدينا هذا القانون، أو أشي ها المعادلة، بروتين، زائدا دوة يطيني بروتين ودوة، تمام؟ زيان، هاي الفرضية قاعد تفرض أنه، البروتين ليرضط فقط، بدوة واحد، بمكان واحد بس، بايندينك سايت، مكان ارتباط واحد، أوكي؟ زيان، فما نيجي لحسب الكي اي الثابت، طبعا تعرفوا تلثابت هو شنو، تراكيز النواتج على المتفاعلات، فمنهم النواتج هو PD، نقسمها على PD، تمام؟ مثل ما تلاحظون هنا، التراكيز النواتج على المتفاعلات، بس تنسى هالنظرية اللي حدنا، العفو هالقاني كلها، لي دا تفرض أنه، البروتين ليرتبط بدوة، بايندينك سايت، واحد بس، بعدين إجانا هذا الار، طبعا هو طبعا كل ما كي اي أكثر، كل ما بايندينك أكثر، تمام؟ إجانا هذا الار، الار هاله هو الريش، ريش شنو، ليش مولات الدول مرتبط على، العفو، اي، مولات الدراج المرتبط في البروتينات، على المولات مات البروتينز ككل، زيان، فهو بين قوسين يسوينا هذا القانون، PD على PD زايدا P، تمام؟ زيان، فبعدين بالتعويض، من علاقة كي اي، تمام؟ من علاقة كي اي، رح نعاوضها بهذا الار، رح يتحول عندنا القانون مثل هذا الشكل، زيان شبابنا؟ زيان، نحن نثبق إن هالنظرية قاعد تفرض إنه عنده بايندينك سايت واحد، زيان، إذا كان عندنا أكثر من واحد، فش نضيف؟ نضيف بس هذا مصطلح ان، تمام؟ ولكن بشرط، النسان شن هالشرط؟ انه يكون نفس الـkal هم ذي، يعني صاح هذا هو أكثر من مكان الارتباط، ولكن بكل مكان الارتباط، هذا الـK نفسه، نفسه ثابت، تمام؟؟ ما مع متغير، فإذا كان ثابت، راح نحط مصطلح ال-N يعني عندنا أكثر من binding site لنفس الدواء، ونفس Ka ثابت والconstant ثابت زيان، فحيصر عندنا القانون بها الشكل أو بهذا تمام؟ زيان شوف هنا شون صار عندك إحنا هنا قلنا إذا كان نفس K ولكن إذا كان عندنا اثنين binding site كل واحد إلا K مختلفة فراح نكتب كل واحد على حدة ونجمعهم، مثل ما تلاحظه هنا هذا مات الأول شوف N1K1 وهنا هنا N2K2 وإذا عندك أكثر في N3K3 N4K4 وإلى آخر زيان، بس مهم هاي العلاقة شنو يا شباب لا تنسي هاي إذا كان عندك يعني أكثر من binding site وكل واحدة طبعا ال-binding مالتها مختلف ال-constant مختلف زيان طبعا هاي العلاقة لا تنساها هاي العلاقة مع saturation زيان طبعا هاي القوانين أغلبها لقاعد نستعملها احنا شبابنا قبل شويها يعني هي بالغالب على ما أظن تمثلنا مال-first order يعني حاجة إلى قانون يعني زيان في مالة لحاجة إلى الملزمة ومالة تحاجة إلى قانون كيف تقول إن قادر على مالة على نظر الشيء من الملزمة فاللي هي تنحفظ طبعاً ما لعلاقة بيها تنحفظ مثل ما هي زيان طبعاً هاي المقلوبة او هذا الرسم اللي هو المقلوب واحد علانة مثل ما تلاحظ يسمونه double reciprocal plot لأن ذاني مقلوبات مثل ما تلاحظ ذاني المصطلحات مقلوبات اوكي فاللي هاذا سموه risa pork risa pork يعني مقلوبة اوهي تشي زيان عدنا هذا scattered plot scattered plot مثل ما تلاحظ هذا هذا الرسم مثل scattered plot من ال y عدنا R على D دي وهنا عدنا نكي يمكن ال y وال x هو ال N تمام؟ زيان فش حصل حصل عدنا هالقوانين تمام؟ هذا scattered كبير بفورد blur descart بأس انتباهة تاليها ويطلع هالقوانين حلواء اللي هي تنحفظ همات زيان هاي طبعا Curve Linear Lines شوف هسه هذا الرسم طلع عدنا مستقيم تمام طلع عدنا مستقيم لأن هنا عدنا K ثابت بس K واحد ولكن هنا طلع عدنا الرسم Non Linear مثل ما نلاحظه هنا فشنو معناته احنا عدنا اكثر من K عدنا مثل ما نلاحظه K1 و عدنا K2 تمام فراح يختلف طبعا الحسابات هنا زيان فمثلا عدنا الصالصالك أسد والألبومين امثلة على هالأدوية اللي عدها اكثر من K K1 و K2 تمام شون نحسب لها نقدر نستعمل هالقانون مثلا هذا نقدر نستعمل هالقانون بالحسابات موالتها زيان ملاحظه هنا احنا مثل ما قلنا اكو عركة دائما على الرسبتر او على البروتين زيان فمن عدنا ثنين أدوية يرتبطون بنفس البروتين فاللي يفوز بيناتهم ايش راح يصير راح يرتبطوا بهذا البروتين زيان اللي خسر ايش راح يصير بي راح يموت لا راح يزداد تركيزه بالدم فيزداد الفعالية مالتا اكثر تمام فمثلا الوارفارين منططيوية فانالبيوتازون الفانالبيوتازون راح يربح الوارفارين تركيزه بالدم حيزداد فالريسك أوف بليدينج راح يزداد تمام زيان طبعا غالبا شبابنا المفروض الدوم يرتبط بالبايندينج سايت مالتا تمام مو البروتين بي اكثر من بايندينج سايت فالمفروض انو مايأثر على المنطقة الثانية منطقة الارتباط الثانية أو الثالثة ولكن مرات يأثر فشي يسمون هالا المصطلح يسمونه يمكن كوري اكتيفتي وهي معنات انو من يرتبط بالموقع الموقع الثاني والثالث يتأثر هنا شوية ولكن هو المفروض شنو مايتأثر ولكن مرات يتأثر تمام تمام الالبومين طبعا عنده نوع من البايندينج سايت عنده بايندينج سايت 1 وبايندينج سايت 2 وكل واحد ترتبط بي مجموعة من الادوية في مثل البايندج سايت 1 من يرتبط بي الفلبيوتازون سالفوناموج فيناتوين فولبوريك أسد البايندج سايت 2 من يرتبط بي السمي سينثتك بنسلل بروبين أسد ميديوم تشين فاتي أسد و بنزوديازبين واكو بعض الأدويات ترتبط بالاثنين تمام هنا لدراق ديستروبيوشون أنت فارماكوكاينتك في احنا حتشينا عليها يعني عن نفس الحتشي مالتنا وما يحتاج أن نعيدها حتشينا ببداية المحاضرة هنا نجعلنا اللينير مثل ما قدر الحتشي مالتنا قبل شوية كله أغلبة كان يعني ديتكلم على اللينير فارماكوكاينتك اللينير مودلز اللي هي فيرست أوردر كل النظريات السابقة كانت فيرست أوردر حتشي مالتنا قوانينها والفيرست أوردر أغلبهم فسحني جاء القوانين مثل زيرو أوردر أو اللي يسموها النن لينير كاينتك اوكي احنا مرات شباب نعشي نلاحظ إنه قلتلكم عن قبل يعني بالمحاضرة مثل الكبد إنه الدول من تطيب جراء قليلة رح يسلك سلوك فيرست أوردر من تطيب دوزات عالية ممكن يسلك سلوك زيرو أوردر فهنا هنا تحديد الأوردر ما رح يكون شي سهل إذا تريد تتحدد إذا كان الدواء يسلك فيرست أوردر لو زيرو أوردر يعني إنت تطيب دواء وبجراء مختلفة وتشيك بكل الجراء بها الطريقة إلا تقدر تتأكد من الأوردر مالت الدواء مو تطيب مثلا بلو دوز وها هي لا تطيب لو دوز هاي دوز وتشيك تمام؟ ممكن حتى تطيب ميديم دوز زيان هاي الملاحظات هم مو كلش مهمة يعني لكن يقروها الثو اه اه هاي الملاحظة ما تشوفها ساعدنا هذا الدواء اي سي ها كلها نفس الدواء شبابنا بس اهنا تراك الجراء للطهة مختلفة فشوف بالبي لينيار بالسي لينيار بالاي نن لينيار فهذا الدواء شنو معناته؟ معناته بالجراء القليلة والميديم يسلك سلوك فيرست أوردر ولكن بالجراء العالية الليها بالاي إذا تلاحظ شنوك تشان؟ زيرو أوردر لأن إذا تلاحظ المستقيم من النن لينيار من يكون لينيار هذا الفيرست أوردر نن لينيار هذا زيرو أوردر تمام؟ فبالجراء العالية هنا أنا إذا نلاحظ سلك سلوك الزيرو أوردر وبالجراء القليلة سلك سلوك الفيرست أوردر فبثم قدنا هي هاي طريقة حتى الحدد الأوردر ما تدواء إنو نطيه بجراء مختلفة واحدة تركيز عالي واحدة تركيز قليلة ونشيك فمنريد أحسب الاليومنيشن ريت لها الأدوية اللي شنو شباب نشبيها زيرو أوردر أو لن لينيارة فارماكو كاينتك فنستعمل هاي ميكائيل يمكن اسمه هذا زي ميكائيل منتن كاينتك فهاي العلاقة إذا تلاحظون هي هاي اللي نستعملها هنا أنا زيان هذا كله حاتي معاد حاتي معاد هنا أنا حاتي مهم هنا أنا دي يقولك إذا كان السي بي أكبر من كي أم زيان زيان آآ فراح تكون العلاقة الشينو زيرو أوردر إذا سي بي أكبر من كي أم كل شي اكبر من كي أم فالعلاقة هتعتبر زيرو أوردر ورات أوف الإلمنيشن رح يساوينا الفي ماكس مثل ما تلاحظ هنا أنا رجع عوض القانون الأساسي ما قالتنا بالتعويضات صار شي ساوي نيجي ساوينا الفي ماكس تمام، هاي بكلها بس رياضيات هايش وقت إذا صان التركيز أكبر من الكي أم زيان دي كان العكس إذا صان السي بي التركيز أقل من كي أم فراح يصر شنو فارست أوردر رح يصر عندنا العلاقة فارست أوردر إذا كان التركيز عالي اللي عفو قليل، إذا التركيز قليل ف Chelست أوردر اذا التركيز عالي مثل ما قلنا اكبر من كي ام فزيرو اردر بزيرو اردر العلاقة يصير هيجي بالفيرست اردر العلاقة راح يصير هيجي تمام شبابنا هاي الجدول طبعا للاطلاع مو للحفظ زيان فهنا هاي حتى نحسب الكاي اللي هو الكونستانت تمام نقدر نحسب عن طريق هاي العلاقة هاي العلاقة كلش مهم مش تقول فيماكس على كي ام هاي العلاقة جدا مهمة وتيجي بالامسي كيو احتمال يعني زيان اشتسفاد من هاذا الكاي نقدر نطلع منه الهالف لايف شنو الهالف لايف هنا طبعا 0.693 على 1.1 تمام هاي العلاقات كلش مهمة اللي ممكن تيجي بشكل امسي كيو بالامتحان فاحفظوها فان هنا ها نكون طبعا خلصنا هاي المحاضرة فاتمنى اه كان الشرح واضح نشوفكم ان شاء الله باقي المحاضرات وطبعا لا ننسى نقول هاي العلاقة على ما شفته انه هاي العلاقة هي مالفيرست اوردر هاي تمام هاذا قالوا مالفيرست اوردر هاي العلاقات